مرحبا في هذا المقطع سنقترح عليك بعض النصائح التي ستساعدك في الإجابة عما يمكن أن يقترح عليك من أسئلة في اختبار الإيقاظ العلمي لنبدأ أولا بالتعرف على الهدف من الاختبار فمواصفات الوضعيات المقترحة وننتهي بمعالجة بعض الأمثلة يهدف اختبار الإيقاظ العلمي لمناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية إلى تقييم قدرة المترشح على أولا تحليل وضعيات مقترحة وذلك ب تحديد الإشكالية ضبط العلاقات بين العناصر المكوينة لهذه الوضعية تطبيق المفهوم في تحليل الوضعية ثانيا تعليل الإجابة وذلك ب تخير التمشي الملائم للحل توظيف المفهوم تقديم التعليل الملائم ثالثا إصلاح الخطأ وذلك ب البحث عن الخطأ باعتماد العلاقة الرابطة بين عناصر الوضعية إعادة تركيب الوضعية الإخبار عن الأعمال المنجزة وذلك من خلال مجموعة من الوضعيات تتضمن كل منها سندا وتعليمة تكون في شكل ملء فراغ بما يناسب سؤال متعدد الإجابات تكميل رسم تحديد الصواب من الخطأ من ضمن مجموعة من الإفادات الربط بسهم لاستكمال إفادة تعليل إجابة إصلاح خطأ اخترنا معالجة وضعيات تهدف إلى تعليل الإجابة وأخرى إلى إصلاح الخطأ نظرا لما لاحظناه من خلال تجربتنا من صعوبات لدى عدد من المترشحين في دورات سابقة لإصلاح الخطأ وجب قراءة الإفادة قراءة متأنية تحديد العلاقات بين مختلف عناصر الإفادة الانتباه إلى المفاهيم المتقاربة تجنب الإجابة بالنفي إليك المثال الأول السند كدس الجد الأغصان اليابسة وأضرم فيها النارة فشعرت مريم بالاختناق التعليمة أصلح الخطأ في الإفادة التالية مبينا سبب اختناق مريم تمتلئ الأوعية الدموية بهواء مشبع بالأكسجين وهباب الفحم مما يسبب صعوبة في التنفس الإصلاح تمتلئ الرئتان بهواء مشبع بثاني أكسيد الكربون وهباب الفحم مما يسبب صعوبة في التنفس نلاحظ أن الخطأ وقع في مستوى استعمال العبارات التالية الأوعية الدموية بهواء مشبع بالأكسجين إليك المثال الثاني التعليمة أقرأ الإفادات التالية وأصلح الأخطاء إن وجدت تشتد حرارة اللهب في المنطقة القاتمة من الشمعة يوجد غاز الشمع في المنطقة القاتمة من الشمعة يوجد هباب الفحم في المنطقة الزرقاء من الشمعة الغاز الذي يعكر ماء الجير هو الأكسجين الإصلاح تشتد حرارة اللهب في المنطقة القاتمة من الشمعة تشتد حرارة اللهب في المنطقة الزرقاء من لهب الشمعة نلاحظ أننا غيرنا المنطقة وأضفنا كلمة لهب الشمعة يوجد غاز الشمع في المنطقة القاتمة من لهب الشمعة نلاحظ أيضا أننا أضفنا كلمة لهبي يوجد هباب الفحم في المنطقة الزرقاء من الشمعة يوجد هباب الفحم في المنطقة الصفراء من لهب الشمعة نلاحظ أننا غيرنا المنطقة وأضفنا كلمة لهبي الغاز الذي يعكر ماء الجير هو الأكسجين الغاز الذي يعكر ماء الجير هو ثاني أكسيد الكربون لتعليل إجابة وجبة توظيف مصطلحات تم اعتمادها في القسم أو مضمنة بكتاب التلميذ اعتماد مصطلحات علمية دقيقة تجنب الإجابات العامة وتجنب الكتابة بالدارجة إليك المثال الأول التعليمة اكتب تعليلا ملائما لما يحصل عند وضع أنبوب نحاسي في كل منطقة من لاهب الشمعة الإصلاح في مستوى المنطقة الصفراء السوداد الأنبوب نتيجة تراكم هباب الفحم على جدار الأنبوب لأن الاحتراق غير تام وفي المنطقة القاتمة انبعث غاز أبيض لوجود غاز الشمعي غير المحترقي أما في المنطقة الزرقاء احمر الأنبوب لشدة ارتفاع درجة الحرارة الناجمة عن الاحتراق التام إليك المثال الثاني السند حان موعد الغذاء فألقى أحمد نظرة على مكوناته وقال وجبتنا اليوم متوازنة التعليمة أعلل قول أحمد وجبتنا اليوم متوازنة لأنها تحتوي على الإصلاح وجبتنا اليوم متوازنة لأنها تحتوي على أغذية بناء أو نمو وأغذية طاقة وأغذية وقاية إليك المثال الثالث التعليمة أكمل الإفادات التالية بما يناسب يعتبر النحل مستهلكا من الدرجة فراغ لأن فراغ يعتبر النحل مستهلكا من الدرجة الأولى لأنه يتغذى مباشرة على النبات الذي هو كائن منتج إليك المثال الرابع التعليمة أكمل بالتفسير المناسب عند الإصابة بجرح خفيف ينزف الدم ثم يتوقف لأن فراغ الإصلاح عند الإصابة بجرح خفيف ينزف الدم ثم يتوقف لأن الدم يتخثر في الهواء ويسد الجرح إليك المثال الخامس التعليمة أكمل الإفادات التالية بالتعليل المناسب يرتفع مستوى الماء داخل إناء الزجاج لأن تظهر فقاقيع هوائية في الماء لأن يسعد قليل من الماء داخل الأنبوب لأن الإصلاح يرتفع مستوى الماء داخل إناء الزجاج لأن الأكسيجين الموجود داخل الإناء قد احترق تظهر فقاقيع هوائية في الماء لأن الهواء الموجود داخل الإناء سخن بالمجفف فتمدد يسعد قليل من الماء داخل الأنبوب لأن الهواء الموجود داخل الإناء فقد حرارته بقطع الثلج فتقلص هذه بعض الأمثلة التي أخذناها من مناظرات سابقة واختيارها حدده اقتراحها لأسئلة تستدعي التعليل وأخرى تتطلب إصلاحي الخطأ أنت مدعو إلى القراءة المتأنية للتعليمة واعتماد مصطلحات واضحة عند الإجابة وهذا ما سيساهم بشكل جيد في تحقيق الإجابة الصحيحة أتمنى لك التوفيق والنجاح